استيراد بشكل مستعجل وظرفي لللحم الطازجة لتحقيق الاستقرار في أسعار اللحم الحمراء التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآوينة الأخيرة يجب أن نفتحه باب الاستيراد لحم الطازجة لتحقيق البقرة اليوم أنا أطلق كي بروفيسونال وش نقول؟ نقول هذا واحده اليوم ما شرحيت فيه لأننا اليوم ما عندناش غير نقص في البقرة اليوم حتى في الغنمية عندنا نقص كبير وهذا النقص الكبير هذا هو اللي يجعل أن اليوم كيتمشي عند القصاب تصيب اللحمة على الخارف يسوى ما بين 2100 و2300 اليوم كيتمشي للمارشي دو جروه وش تصيبه؟ تصيبه اللي بليه الغنمية يبدأ من 1800 دينار عن جروه حتى يقدر يلحق حتى 2000 دينار عن جروه هذا وثمن ذات المتحدث عملية إحصاء الثروة الحيوانية التي شرعت فيها الحكومة مؤخرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز إمكانات الجزائر في إنتاج ما تحتاجه من اللحومة لأننا علاش المبادرة كانت صحيحة في 2012 وتدسيد تحتها يعني بدنا اليوم شرين فهم بيلوت اللي جاء في تيارة ستين تريبون شوز يعني هذا يعني كتدسيد خطوة مليحة كما دعا مستورد اللحوم الحمراء إلى لقاء يجمع وزير الفلاحة بمهني القطاع ونشطون في المجال لإيجاد حلول واقعية لسوق اللحوم الحمراء في الجزائر قبل شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه أشهر معدودات ترجمة نانسي قنقر